أحيى صرخة من أجل السيادة أموتر آخر تعزف عليه إيران ووكالاؤها في العراق نظرة إلى الأعلى قليلا تنبئ بالجواب مع كل توتر في المنطقة المحتقنة بالصراع الأمريكي الإيراني يعود ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق إلى الواجهة بشعارات يطلقها الواقفون في الصف الإيراني تحت لافتة السيادة والوطنية ورفض الاحتلال وتلك جدلية مقايضة الأوطان وارتهانها بإرادات خارجية عندما تصبح السيادة أداة للمقايضة ويصنف احتلال دون احتلال فكيف بمن يرضى قاسم سليماني أن يرفض الأمريكيين كلمة حق يراد بها باطل بالنظر إلى الناطقين بها كتل الميليشيات في البرلمان التي تعد لإضافة فقرة في جدول أعمال المجلس النواب لإجلاء القوات الأجنبية من العراق في توقيت حساس ووضع إقليمي مضطرب كتل سائرون ودولة القانون وميليشيات العصائب وبدر تسعى لإخراج القوات الأجنبية عبر ثلاث مراحل تحدد بسقوف زمنية معينة بعد جمع تواقع 53 نائبا لإدراج القانون ضمن جدول أعمال البرلمان برلمانيون أكدوا أن إعادة فتح قضية إخراج القوات الأمريكية يقع ضمن الحرم النفسية بين واشنطن وطهران ومحاولة لتخفيف الضغط عن الأخيرة وخلط الأوراق بعد حادثة استهداف منشآة النفط في السعودية النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي قال إن من غير الممكن أن يبقى العراق معتميدا إلى الأبد على القوات الأجنبية التي يعد وجودها انتهاكا للسيادة غير أن ذريعة السيادة يراها كثيرون إرادة إيرانية وميليشياوية بالتزامن مع الاستهدافات الصهيونية لمعسكرات ميليشيا الحجد وتصاعد تهديدات الميليشيات للقوات الأمريكية المنتشرة في العراق ضمن الاتفاقية الأمنية التي وقعها نور المالكي أحد الصارخين اليوم بإخراج تلك القوات على أكثر من جانب يغزل النساجون الإيرانيون ووكلاءهم قيوط مشروع يمتد لأربع عواصم وبات يهدد المنطقة كلها تارة بتحركات عسكرية وأخرى سياسية تحت شعارات المقاومة والسيادة والدفاع عن النفس تتعدد اللافتات ويتحد الهدف نفوذ إيراني متغول آن الأوان الاستئصال